ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سعادة سيد سمير ناس وعدد من أصحاب السعادة النواب سعادة كثير بمدخلات النواب وأفكارهم في هذا المجال والواضح أننا كلنا متحمسين بالعمل بالشراكة مع بعض والتعاون وأيضا مع القطاع الخاص لوضح هذه رؤية جلالة الملك طبعا ما ننسى إحنا الإطار اللي نشتغل فيه بشكل عام هو رؤية البحرين 2030 يعني واللي فيها أيضا مكونات رئيسية للاقتصاد الرغمي وعلوم المستقبل وتضمنت الندوة أربعة محاور رئيسة ومن أهمها التشريعات الاقتصادية الحالية ومدى ملاءمتها مع التطورات الإقليمية والدولية إلى جانب أبرز البيانات والمؤشرات المتعلقة بجوانب الاقتصاد المختلفة والتوقعات المستقبلية ناهيك عن الخطوات والمبادرات التي تتخذها الحكومة في تعزيز مستقبل الاقتصاد الوطني هذه الندوة لها دور كبير لتثقيف وأخذ رؤية الغرفة بالنسبة للنواب ورسم خرطة طريق لكيفية عمل التشريعات ورفق مستوى القدر للتشريعات خصوصا في الاقتصاد الرغمي حين اللي راح نشوف البحرين قاعد في تغيرات خصوصا بعد الجائحة وتأتي هذه الندوة ضمن برنامج مهارات برلمانية لأعضاء مجلس النواب والذي يهدف إلى تعزيز مهارات النائب من أداء دوره التشريعي والرغابي وتدريب عضو مجلس النواب على بعض المهارات الفنية وتعزيز الثقافة السياسية والدستورية لدى أعضاء المجلس ندوة نقاشية أكدت على مواصلة رسم خارطة طريق للاقتصاد الرغمي وكيفية إرساء خط واضح في تحقيق التنمية المستدامة للرؤية الاقتصادية عشرين ثلاثين من خلال سن التشريعات والقوانين حفاظا على نمو اقتصادي مستدام طلال نايف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين